كشفت مصادر في صنعاء عن مخطط حوثي لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالاعتماد على كوادر من عناصر ميليشيات الحوثي تم تأهيلهم وتدريبهم على أيدي الحرس الثوري في إيران المصادر أشرت إلى أن القياد الحوثي عدنان قفلة الذي كان في طهران بصفته قنصل في أسفارة اليمنية تلقى تدريبات لدى الحرس الثوري ويشغل حاليا منصب مدير القوى البشرية في وزارة الداخلية الحوثية برتبة عميد ومكلف بإعادة هيكلة الوزارة الداخلية ودمج اللجان الشعبية فيها إذن نوضح أكثر في هذه الألية كيف يمكن أن تتخذ البعثات الدبلوماسية سطار للتدريبات الأمنية أو للأعمال الأخرى التي تقوم وتدار في الداخل اليمني تحول جديد ضمن التغيير الجدري الذي أعلن عنه عبد الملك الحوثي لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية للميليشيات مستعينا بخبرات الحرس الثوري الإيراني ووفق تقارير حوثية فقد جرت تحضير لهذا التغيير منذ سنوات باستخدام طهران وميليشياتها الحوثية الدبلوماسية كغطاء لأنشطة مشبوهة وأعمال عسكرية وأمنية واستخباراتية وسعة النطاق بعد نحو عام على وصول الضابط في الحرس الثوري حسن إيرلو إلى صنعاء كسفير أعلن الحوثيون في أغسطس من عام 2019 عن تعيين مدير قناة المسيرة المقيم في لبنان إبراهيم الديلمي سفيرا لهم في طهران في مطلع العام 2020 ظهر قياد حوثي يدعى عدنان قفلة بصفته قنصل في أسفارة بطهران واستمر حتى نهاية العام 2022 ليظهر كمسؤول رفيع في وزارة الداخلية كحكومة الانقلابيين في صنعاء هذا النشاط المزدوج من الدبلوماسية المفترضة إلى القيادة الأمنية يضع أسئلة كثيرة حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها إيران في تأهيل عناصر الميليشيات كعسكريا وأمني فيما تأكد أن المهمة الحقيقية لحسن إيرلو الضابط المخضرم في الحرس الثوري أثناء تواجده في صنعاء هو الإشراف على أكبر عملية عسكرية للميليشيات في محاولة السيطرة على مأرب فإن مهمة القيادي الحوثي عدنان قفلة في طهران كانت مرتبطة بتلقيه تدريبات عسكرية وأمنية مكثفة لدى الحرس الثوري رغم ظهوره كقنصل قفلة الذي ينتمي إلى محافظة صعدة تم تهريبه من اليمن إلى إيران أواخر 2017 عبر البحر ضمن مجموعة من القيادات الوسطى للحوثيين بغرض التدريب في الحرس الثوري وعاد قفلة إلى صنعاء في نهاية العام 2022 وكلف في العام الماضي بدمج اللجان الشعبية في هياك الوزارة الداخلية وأسندت إليه أو أسندت إليه إدارة القوى البشرية في الوزارة مهام أخرى يحظى حاليا العميد عدنان قفلة بنفوذ كبير في وزارة الداخلية الحوثية يقصي كل من لا يروق له بذريعة إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل كوادرها عقائديا من الرياض عضو دائرة الثقافة والإعلام في رئاسة الجمهورية اليمنية دكتور ثابت الأحمدي دكتور ثابت أهلا بك واضح أن القنصلية ناخد هذا العنوان الرئيسي الأول البعثات الدبلوماسية سطار للتدريبات الأمنية في طهران ثم العودة على اليمن مرة أخرى قفلة نموذج وحسن إيرلو نموذج آخر فضل دكتور مرحبا بك أخي العزيز والمشاهد الكريم في الواقع الاتصال الإيراني أو بالأصحة الاتصال الحوثي الإيراني من وقت مبكر يعود إلى مرحلة ما بعد عام 79 وليس من اليوم يعني يعني بعد الثورة الخمينية توافد تفود يمنية كانت برئاسة بدر الدين الحوثي ثم ابنه هو حسين والرزامي وآخرون أيضا من كرادلة الصف الأول وتمت لهم هناك دورات ثقافية في البداية ومكثوا هناك بل بعضهم تزوج من إيرانيات واشترى العقارات وجلس السنوات وبعض من هذه القيادة الشابة ولد أيضا في إيران إضافة إلى هذا فيما يتعلق نحن نتكلم أو نشير إلى الدورات الثقافية إضافة إلى الدورات العسكرية أيضا والدورات الأمنية وتدريبات أخرى أيضا يعني تمت خلال سنوات طويلة سواء في إيران وفيما بعد أيضا في لبنان يعني ربما كان الإحصاء إلى العام 2011 تقريبا 700 عنصر أمني تم تدريبهم في إيران وفي لبنان كانوا أشبه ما يكون بالحرص الخاص التابع لعبد الملك الحوثي هؤلاء يجميعا فعلا تلقوا تدريبات أمنية وتدريبات عسكرية في إيران وتدريبات أيضا على صناعة السلاح الخفيف أو الألغام على وجه التحديد وبعض الفنية الأخرى المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية طب أنت أشرت لنقطة يعني حرضت لدي سؤال دكتور ثابت وهي أنك أشرت لتسعة وسبعين كان فيه فرق كبير جدا بين الحوثية الزيدية اليمنية والإثنى عشرية الإيرانية كان فيه فروق كبيرة جدا هذه الفروق تغيرت وتلاشت تحديدا بعد 2015 بشكل أو بآخر يعني بعد الانقلاب في صنعاء أنت كراصد لهذه الحالة ما الذي تغير يعني؟ هناك فعلا على ما يسمى بالزيدية والواقع هي هادوية جارودية تختلف إلى حد ما في بعض المسائل الفقهية على وجه التحديد وقليل جدا من مسائل العقائد لكن هناك لقاء كبير جدا وحميمي واسع إلى حد كبير جدا هو التكتيك السياسي والتكتيك التنظيمي تكاد تكون الحوثية نسخة تماما من الخمينية الإيرانية أو نسخة كذلك من حزب الله في لبنان عقائديا فقهيا هناك بعض الاختلافات صحيح في مسائل كتبية فقهية كلاسيكية هذا لا يهم على الصعيد السياسي بالنسبة للسياسيين لكن كما قلت التكتيك السياسي والتنظيمي كلاهما نسخة من بعض وبينهما تنسيقات كبيرة جدا لا فرق عبد الملك الحوثي هو اليوم نسخة من الخميني وليس نسخة من آبائه وأجداده مثلا بيت حميد الدين أو بيت شرف الدين أو بيت الهادي لآخر هذه القائمة كان الأإمام على سبيل المثال يخرجون ويحتكون بالناس ويقودون القيوش ويلتحمون بالناس بصورة يومية لكن عبد الملك الحوثي اليوم هو نسخة من خمين الخميني أو من علي خامن أو حتى من حسن نصر الله تماما محتجب في الكهف مثل ما ذاك محتجب في البدروم أو ذاك محتجب في مكتبه لا يخرج على الناس أيضا التكتيك فيما يتعلق بالجوانب الثقافية بالجوانب العسكرية استعاروا نماذك كثيرة جدا وطبقوها في اليمن كما طبقت هناك في إيران وأيضا حتى المشروع الصفوي القديم نحن لو استقرأنا التكتيك الصفوي الذي بدأت به الدولة الصفوية قبل أكثر من ثلاثمائة سنة ربما نجد نفسه أو ذاك التكتيك اليوم عند عبد الملك العوسي وهو كذلك عند الخمينية من وقت مبكر قليلا طيب عادنا القفلة يعني ما الذي نقله يعني لو أردنا أن نقول أنه فكرة اللجين الشعبية بديلة مثلا للبسيج وأنه الحرس الموجود هو بديل للحرس الثوري وأشياء يعني كيف نقلت التجربة الإيرانية في مؤسساتها الأمنية إلى اليمن بالأسماء يعني لا ننسى لو تذكرنا الحرب الإيرانية العراقية زج بالأطفال الصغار من القرى الذين أتوا بهم بالقرى وأول ألحقهم بدورات ثقافية مكثفة يعني في حد سبوع إلى أسبوعين ثم إلى جبهات القتال مع الحرب العراقية وحصدت آلة الحرب الكثير من الأطفال الإيرانيين الأبرياء الذين ألقى بهم خميني في الجباة ذات التكتيك استعاره حسن الحوثي في البداية ثم عبد الملك الحوثي عن طريق الأطفال الذين كانت تمت أدلجتهم أو الطلاب يعني الذين كانوا في حدود خمسة عشر ألف طالبا إلى العام ألف واربعة ولذين كانوا خميرة الإنقلاب الأول ويعني على الأقل الحروب الست فيما بعد الحروب الست طبعا طحنت أغلب هؤلاء المؤدلجين قد تأدلجوا أو درسوا على عبد الملك الحوثي عرفوا حسين الحوثي أو بدر الدين أو حتى الذين يعني تعلموا أو ارتبطوا باشرطن بمجد الدين المؤيدي الصف الشبابي الأول التهمتهم الحروب كاملا بعد ذلك جمعوا من أبناء القبائل ولا يزالوا إلى اليوم يتسولون الأفراد ويتسولون كذلك الشباب للذهاب بهم إلى محارق الموت ولم تكن الدورات الثقافية وخاصة في المواسم الصيفية بعد انتهاء العام الدراسية لم تكن إلا محطة أولى لتصديرهم إلى الجبهات يعني يلتحق بهذه المخيمات عشرات الآلاف وبدورات مكثفة يتم تدريبهم عسكريا في الواقع عسكرات حربية أكثر من مهمة مركز صيفية يتم استقطاب أغلبهم إلى الجبهات وأيضا بعضهم يتم استقطاب رسالهم إلى لبنان وبعضهم كذلك إلى طهران لأخذ دورات مكثفة ومن ثم يعودون قيادات ومدربين أيضا للذين يحيودونهم من جديد هذا حاصل ونرصده نحن خلال السنوات السابقة لكن قفلة أنا أركز على هذا الاسم باعتباره نموذج بشكل أو بآخر لفكرة المبعوث للتدريب الأمني في طهران ثم العودة مرة أخرى إلى اليمن لتولي مناصب أمنية وبالتالي هو لديه نفوذ كبير في وزارة الداخلية الآن الحوثية وبالتالي في اعتقادك ما الذي سيتغير أو ما الذي سينعكس على المواطن الذي المفروض أن لديه خدمة يتلقاها من الداخلية يعني ما المتوقع ممارسة من الداخلية الجديدة ببصمة عدنان قفلة على المواطن في صنعاه عدنان قفلة كان من المقربين جدا من دوائر صنع القرار من الدوائر الأولى سابقا والتحق بإيران وظل هناك فترة لا بأس بها واضح المشاب صغير يعني ليس كبيرا حسب الصورة أنا لا أعرف ليس كبيرا لكنه صحيح صحيح لكنه كان مقربا جدا من دوائر صنع القرار الأولى من حسين الحوثي ثم من عبد الملك بعد ذلك مثل كثير من الشباب الذين يعتبروا من المقربين جدا من الدائرة الأولى والمؤثرين في صناعة القرار التحق بإيران وأخذت دورات الثقافية هناك وكذلك الدورات الأمنية والعسكرية وعاد الآن في مهمة جديدة مهمة يعني دامج الميليشيات أو ما يسمى باللجان الشعبية وإدخالها طبعا في يعني ضمن ضمن قوام ما يسمى بالجيش الحوثي ما فيش جيش أساسا هذه طبعا تعتبر العملية الثانية التي يقوم بها الآن عددا قفلة الأولى عامة تمت في 2014 في منطقة الجرف تحديدا حيث تم إدخال ما يجد عن ما بين 50 ألف إلى 53 ألف ممن كانوا أسماء أهمية أو توفوا سابقا أو يعني في حكم يعني الغائبين كما إدراج هؤلاء الأسماء كامل في مؤسسة الجيش بأرقام صحيحة وبرواتب ويؤد دورهم ويؤد دورهم كذلك اليوم هنا كذلك المرحلة الثانية تتم على يد عدنان قفلة القادم بخبرات تكتيكية وتنظيمية أمنية وعسكرية من إيران نعم إذن هي القضية أن كل من كان يعمل في إطار شعبي يعني مش موظف بصفة حكومية حوثية الآن سيتم شرعنته سيصبح موظف رسمي في وزارة الداخلية الحوثية وبالتالي تحول الميليشيا بشقها الشعبي إلى مؤسساتي يعني هذا هو الذي سيفعله الآن يعني أنا أحاول أبلور الأفكار شوية صحيح لكن أنا نسأ أيضا من ناحية ثانية كل عنصر منتمن إلى هذه الجماعة هو حربي بطبيعته أي أيديولوجيا أي عصبوية أي ميليشياوية مثلهم مثل القاعدة مثل داعش مثل بوكو حرام لا فرق كل عنصر من هذه الجماعة هو محارب بالفطرة ومحارب بالتكوين ومحارب بالإعداد ومحارب بالمشروع والهدف الذي يصعى إليه يعني أيضا إلى جانب البيئة البيئة الحربية يعني وغالبية اليمنيين طبعا يعني يعتبرون في حكم الجنود المدربين لأنهم يجيدون القنص يجيدون التكتيكات الحربية والعسكرية أما هؤلاء فقد تمت لهم إضافة جديدة أو تمت لهم تدريبة جديدة إلى جانب الدورات الثقافية بطبيعة الحال التي تتبنى هذه الجماعة من وقت مبكر ولا تزال وعلى أي حال فعلا سيصبحوا ضمن قوام جيش لم يعد يهدد اليمن فقط ولكن يهدد الجزيرة العربية والإقليم ويهدد المجتمع الدولي كذلك وما رأينا خلال الفترة السابقة الدليل على ذلك نعم أنا أشكرك دكتور ثابت الأحمدي شكرا جزيلا لك